السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البورتابول سوفتوير. يعني بورتابول يعني البرامج دي بيش محتاجة تسطيب على الوندوز. مجرد ان انت بتدوس عليها دابل كليك بتتفتح وتشغل معيك. في ناس بتروح مسطابة البرنامج ومن خلال برامج معينة بيبدأ ايام مع الملفات التشغيل بحيث انها تشتغل اول ما تضغط عليها غير ما تستطيب. دي فكرة البورتابول. اغلب البرامج اللي انا هتكلم عليها النهار دي مجانية يعني مفيش حاجات فيها محتاجة كريك او فيها اختراق او فيها سرقة او فيها كلها برامج مجانية. تمام? فبالنها عندنا مسلا موقع اسمه اسناف فايلز. في جزء منه اسمه بورتابول ايبس. ده اللي هسيب لك الرابط بتاعه. اي برنامج من ده هتحبه بص ما مش برنامج ولا اتنين ولا عشرة الاف البرامج. تمام? اهو. ده مسلا يعمل سيرش في حاجات مثلا خاصة. بنت اه تضغط لك الملفات في حاجات خاصة بانها تفحص لك الفيروسات. في حاجات تصليح. في انواع كتير جدا 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 من البرامج البورتابول. دي ممكن تستخدمه انت في الشغل. الاي تي بيحمي الجهاز بتاعك وبيحمي الشركة بان هو بيمنع التصليب لانه ممكن تكون فيه فيروس. فدي ميزاتها انها برامج بش هتدخل على الويندوز بش هصلت حاجة على الويندوز هو هيتفتح. ويشتغل بدون ما يقرب من ملفات النظام او بدون ما يعمل لك اي مشكلة خلصة. ممكن اكون في الشغل ومحتاج ان انا افتح مسلا مسلا ملف وورد هو بش مسموح لي ان انا اسطب الوفيس مسلا. فببدأ اسطب برنامج من البرامج الخاصة بالورد وابدأ افتح ملف الورد. ممكن يكون عندك مسلا عايز تحمل ملف فانت عايز تسطب برنامج يحمل لك الملفات. ازا مسلا جيد او لودر. فتلاقي البرنامج جاهز. ممكن عايز تفحص فيروسات او عايز تسطح صور. فكمية البرامج اللي موجودة في الرابط دوت كترة جدا. طيب بنشوف موقع اسم بورت ابس. باجي هنا في الابليكيشنز. بلاقي برامج كتيرة تقدر اي برامج فيه وانت عايزه بتضغط عليه. بتقدر ان انت تتحمله هو البرامج بتتحمل على طول بالسطب على طول لكن بيقول لك لو وجهتك مشاكل ازاي انت تتحل لها. لكن عن تجربة ما بتحتاجش المعنى مادة كلها. انت بتسطبه. هو بتشرح لك ان هو مفروض بيعمل ايه? ده هنا مسلا خاص بتحويل الفيديو من اي صيغة لصيغة اخرى. فيديو وصوت. تمام? ده البورت ابو الابس. ده انا بستبامه على طول. تسطبه عندي هنا. تمام? في برامج كتيرة جدا. حاجات خاصة بالانترنت. حاجات خاصة بالميوزيك بالاوفيس. كل الحاجات دي. يعني انا حسها في فولدر بعيدة عن السيب. فبشو اخدر بسحم السي. ما بتأثرش على النظام. ممكن ناجي هنا وقول له ان انا عايز احمل برامج كتيرة فبيجيب لي برامج كتيرة جدا زي ما تشايف. كل دول موجودين. فيه العاب كتيرة جدا تقدر نتسطبها. فيه برامج خاصة بالبرمجة تقدر نتسطبها. في مسلا عندنا برنامج البلندر. اهو. برامج البلندر ده من البرامج اللي بكررناها بالسيب دي ماكس. اهو. تقدر نتسطبه بدون اعمشك خالص. عندنا برنامج اسمه فريكاد. دي من البرامج القوي جدا جدا بتغنينها عن برامج تاني كتيرة بفلوس. زي ما تشايف فيه متصفحات فيه العاب في حماية فيه حاجات خاصة بتشغيل الموسيقى والفيديوهات الحاجات دي كلها. فيه حاجة خاصة بالأوفيس. في حاجة خاصة بسيكوريتي فعندك عشرات البرامج او مئات البرامج اللي تقدر ان انت ستطبها. المساحة بتاعتهم صغيرة. ومش هيأثر لك على. ده من ان مش هجيلك فيروسات. ليه? لانها ما بتقربش بفاقات النظام. ما بتاخدش بينك صلاحيات ما تخدش حاجة خالص. برنامج بيتفتح بتستخدمه وتقفله وخلاص. بدون ما يغير في اي حاجة فيه الويندوز. وده طبعا بالنسبة لي حاجة ممتازة جدا. كلها برامج ميجانية. يعني هو مش مكرك حاجة ولا سرق حاجة ولا حاجة خالص.